أهلاً وسهلاً بكم من جديد قلنا مسألة العيلة الحلمية المهم كان والدي أريد أحضر المسلسلة العيلة الحلمية وكان عندنا ما في ساتلايد كان عندنا الشبك هذا اللف أيوة بس وقناة واحدة والثانية فوالدي كان عنده كيف كان ترتيب البيت كان هنا غرفة هذا باب غرفة والدي هذا هنا باب حمام هنا غرفة خواتي يعني كان ما يوجد زمان الآن كل غرفة نوم شو داخلها؟ حمام لا زمان العيلة كلها بحمام واحد وعلى دور الصبح وحمام الأضيوف ممنوع تدخله لأن الأضيوف ما أدري هالقرارات هذه وحنا الصغار كيف كانت تطبق علينا ونضحك هي والله حمام الأضيوف ممنوع تدخله الأصغار ممنوع لا هذا الأضيوف كان في البيت حمام أو حمامين بس الآن كل غرفة نوم فيها حمام فكان هذه غرفة والد هنا غرفة باب الحمام هنا غرفة خواتي فكان والد بالليل يحتاج الحمام بس كان والد فيه ميزة إذا نام أغلق الباب مو بالمفتاح يا ليت كان سمعنا فكان يغلق بس طاق احنا نقول لي يطبق الباب أفكر أفكر رحت أتيت أتيت بشلن احنا نسميه شلن كنا في الأردن هو الشلن كم يوازي درهم يعني أو نصف درهم قول درهم ونتفق على مصطلح درهم يد الباب القديم ملف كانت هكذا اللي نمسكها تعرفوها صح شباب يد الباب هكذا نمسكها ملف فوضعت الدرهم على راسي يد الباب بحيث لو والدي من داخل فتح الباب شو يصير يطيح الدرهم أسمع الصوت أبند التلفزيون أغلق التلفزيون أغل وضعيتي النايم ومجهز نفسي يعني كنا زمان لما نشاهد تلفزيون نحط رجلنا نمد رجلنا على مفتاح التلفزيون كان مفتاح تلفزيون هذا السحب والطق طقه أبو طقه تعرفها تسحب يشتغل تضغط يبند فكنا نحط رجلنا وين على الطقه هذه أول ما يسمع صوت بس حرك صبعك الكبير طن يفصل التلفاز وانت مغطى باللحاف وكذا بس ميل وجهك وخذ وضعيتي النايم والصوت منخفض يعني يدوب كنا نسمع المهم نشوف الأحداث المهم أو والدي يفتح الباب يطيح الدرهم أبند يدخل الحمام مرة ثانية أرجع الدرهم أكمل المسلسل كان مسلسل 40 دقيقة 45 دقيقة في الشاد من الموضوع مش الموضوع يوم الأيام وحنا نفطر والدي قول للوالدة والأخواتي وحنا جلسين نفطر قول يا أخي في قصة عجيبة قالوا شي قال يا أخي كل يوم أصبح برزقة لما افتح باب الحجرة قالوا شو قال أفتح أحصل شلن يعني درهم وحنا قرش وحسب الميزانية كنت أحط يعني معي فلوس أحط شلن ما عندي فلوس أحط قرش أمرات الوالدي يأخذ وأمرات ما يأخذ الوالدي يعني استيقظ مو فاضي يدور وشل طاح خلاص سمع صديق ولك أي شيء تعرف للك فطبعا بدأت تحليلات العيلة عندي شو تحليلات العيلة الحين تعرفها الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر